إلى صحيفة التيار ومنها نطالع زاوية حديث المدينة للكاتب عثمان مرغني والتي جاءت بهذا العنوان إلى الوالي أيمن نمر الخرطوم ليست كأي ولاية أخرى فهي ولاية في آي بي تتشرف بضيوف السودان في السفارات والمنظمات والشركات الأجنبية وضيوف السودان الكبار من رؤساء دول أو أقل منهم قليلا الذين يزورون بلادنا يضيف عثمان مرغني فيقول الآن ضربة البداية التي اختارها والي الخرطومي من خالد هي حملة لإزالة النفايات والمخلفات من أحياء العاصمة وربما كل الولاية وهي بداية صحيحة من حيث ترتيب الأولويات لكنها خاطئة من حيث المنهج ويتابع مرغني بالقول صحيح بعد تنفيذ الحملة ستجد آلاف اللايكات في وسائل التواصل الاجتماعي لكنها حالة فرح موقوتة حالما أو مؤقتة حالما ترتد في الاتجاه المعاكس فحملة النظافة هذه قريبة الشبه لما تفعله المحليات كل عام قبل موسم الأمطار ويردف عثمان دعي الحملة تواصل عملها لكن أترك رئاستها لموظف تنفيذ آخر لا تشغل نفسك بها ولا داعي لحكاية أن الوالي هو رئيس حملة النظافة اسحب نفسك منها ومن تفاصيلها تماما واسترخي في مقعدك واستدعي بعض الخبراء والمختصين في مجال نظافة المدن ويختم مرغني زاوية بالقول سيد الوالي أيمن نمر اسحب نفسك من هذه الحملة ولا تنشغل بمربع الخداع اتركها لموظف تنفيذي النظافة لا يمكن أبدا أن تكون حملة هي عملية مستمرة